بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بالتقافة التفاؤل والطموح الإراثي كما دعا لذلك صاحب جلالة من أجل المساهمة في بناء مغرب التقدم والكرامة ونستهل بالقضية الوطنية الأولى حيث تنوه الحكومة بالمكتسبات التي حققتها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك إنصافاً للموقف العادل والمشرعي للملكة بخصوص مغربية الصحار ونشيد بالمواقف الحاسمة لجلالة الملك اتجاه مختلف الشركاء خدمة للوحدة الترابية للملكة كما ننوه داخل الحكومة بتماسك الجهة الداخلية وندعو إلى مواصلة التعبئة الشاملة ورص الصفوف للتصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للملكة كما نشيد بحرص جلالته على النهوض بوضعية المرأة وفسح آفاق الارتقاء أمامها وإعطائها المكان التي تستحقها فبعد أن شكل إقراء مدونة الأسرة سنة 2004 منعطفاً تاريخياً بامتياز وتورى اجتماعية هادئة وقع عليها الإجماع من لدن كل أطياف المجتمع أبرز تفعيل مضامنها بعد أوجه القصور مما يستوجب تجويدها والارتقاء بمقتدايتها في سياق العناية بالأسرة عموماً وبوضعية المرأة والطفل على الخصوص مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده أمين المؤمنين التزاماً بمقاصد الشريعة الإسلامية وفي إطار الإجتهاد المعتدل وتفاعلاً مع توجيها جلالة المالك ستعمل الحكومة على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني والذي يظهر لي بيننا السيد وزير العدل بدف هذا العمل وتمكنها من الموارد البشرية المؤهلة ومن الوسائل المادية الكفيلة بآداء مهمها وبخصوص مواصلة تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وفقاً للبرنامج المحدد له كما أكد جلالته على ذلك ستواصل الحكومة ورش استكمال التغطية الصحية الإجبارية قصد تعميمها على كل المغاربة نهاية هذه السنة خاصة للعمال غير أجراء والمستفيدين كذلك من نظام غميد وفي هذا الإطار سيتم تعديل القانون 65-00 بمتابة مدونة التغطية الصحية الأساسية وترتيب الآطاء القانونية الخاصة بإدراج مستفيدين نظام غميد ثم إحالته على البرلمان في أقرب الأجال وبالموازمة ذلك ستواصل الحكومة تفعل إجراءات العملية للارتقاء بالمنظومة الصحية وفي هذا الصدد وبعد مسادقة المجلس الوزاري المنعقد في 13 يوليوو 2022 على مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ثم إحالته على البرلمان ستعمل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة على إحالة جميع المشاريع والقوانين والمراسم التطبيقية الخاصة به في إطار رؤية شمولية للإحاطة بكل مكونات إصلاح ورش القطاع الصحي ببلادنا والتزاما بالأجندة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية تهيئ الحكومة هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلي الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعويزة أما فيما يخص مجال جلب الاستثمارات وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني فإننا عازمون داخل الحكومة على الإسراع بوضع الإجراءات الكفيلة بتفعيل الميطاق الجديد للاستثمار وبعد مسادقة المجلس الوزاري المنعقد في 13 يوليوز 2022 على مشروع القانون الإطار للميطاق الجديد للاستثمار والذي تمت إحالته على البلمان أعدت الحكومة المراسم تطبيقية الثلاثة الخاصة بأنظمة الدعم الذي سيتم معرضها على المجلس الحكومي فور صدور القانون الإطار كما نوات تواصل الحكومة مجهوداتها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر ومواصلة مرشأة لا تمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية لاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وكذا تجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء أغتنم هذه الفرصة لأتمنى دعوة جلالته إلى الاهتمام أكثر بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لتغطيض ارتباطهم بالوطن من خلال سياسات عمومية تأخذ بعلاع تباع خصوصيتهم حيث ستعمل الحكومة على وضع اقتراحات وتفعيل إجراءات من شأنها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج ودعم مبادرتها ومشاريعها كما ستعمل الحكومة على تسير عفوا تسير استطمارها استطماراتها تماشياً مع مضام المتاق الجديد للاستطمار وفي الأخير ونحن على مشاريف الدخول المدرسي الدراسي للموسم 2022-2023 سيتم الشروع في تنزيل إشراءات المتعلقة بخارطة الطريق مدرسة ذات جودة للجميع تماشياً مع اقتراحات المشاورات المستعى التي تم إطلاقها منذ شهر ميء المنصر حول هذا الورش الإصلاحي المهم والتي مكنت من التوافق حول مجموعة من المحاور الأساسية لأجراءته وأغتنم الفرصة لأؤكد على أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف زيادة في أسعارها ذلك أن الحكومة خصصت دعم مالياً للناشرين بقدر 105 مليون درهم لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطبع السلام عليكم ورحمة الله شكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر